أرحب مباشرة بضيفي عبر خدمة سكايب الدكتور كمال اللبواني الكاتب والسياسي السوري المعارض أهلا وسهلا بكم معنا في نهاية الأسبوع دكتور كمال قبل أن أبدأ مع حضرتك بمحاولات روسيا الحثيثة لإبقاء الأسد في الانتخابات أو في السلطة في الانتخابات المقبلة منذ فترة قدمتم أو بدأتم بمشروع خاص بالأزمة السورية كوضع عريضة للتوقيع وقمتم بفضح جانب مما تفعله المعارضة السورية دكتور لبواني مشروعكم هذا يعني كيف يعني الآن لقى آذان صغي على صحة التعبير في الشارع السوري وأين وصلتم يعني باته نحن تحركنا بالطريقة الصحيحة التي تناسب الواقع السوري وتناسب المجتمع الدولي لأنه الوضع اليوم لا يمكن تجديد للأسد ولا الإبقاء عليه لأنه مرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويعني خرق بشكل فاضح القرار 2021-18 القاضي بتسليم السلاح الكيميائي وسمعت وزير الخارجي الأمريكي يحكي عن ضرورة محاسبة المجرمين لخرقوا قانون الدولي وبالتالي أمريكا تقلت لمرحلة جديدة يعني ما عاد موضوع وضع اقتصادي أو وضع إلى آخرين نحن اللي قلنا الأسد يسقط بجرائمه ولا يمكن تجديد لمجرم حرب ومجرم قاتل وبالتالي المجتمع السوري مجتمع ضحايا نحن ما عم نقول انسقطه بقوانا العسكرية نحن عم نقول بد من انسقطه بجرائمه طالبنا من الناس من الأهالي الضحايا أنه يعلنوا عن نفسهم ويطلبوا بحقوقهم وبالتالي القضية رابحة يعني في النهاية ما في إنسان ما بده حقومه نعم طيب جميل جدا من خلال متابعتي لحضرتك على اليوتيوب دكتور كمال ألاحظ أنك تحاول دائما تحليل الواقع السوري على المستوين الفكري والديني والمذهبي أيضا برأيك دكتور لبواني يعني يمكن اعتبار المجتمع السوري اليوم غير جاهز للتغيير المنشود اعتقد السورة اليوم دخلت مرحلة السورة الثقافية لكي نجري قطيعة مع صراعات الماضي يجب أن نعيد ننتاج أنفسنا بطريقة جديدة تتناسب مع مطايات جديدة وبالتالي لا مناحة عن العودة لكل المشاكل التراثية الأديمة اللي ولدتناها عبر سبعة قرون من الصراعات والتخلف ما ممكن نقفز للحضارة من دون مراجعاته والتالي هذه المراجعات ضرورة لابد منها لأنه لحنجدد بناء سوريا بطريقة خطأ وننتهي إلى صراع من جديد العقل السوري أو الشارع السوري جاهز لتقبل هذه التغييرات ربما الجديدة أو الأفكار الآن التغيير الفكري بده وقت وبالتالي يعني ما منتوقع نتائج سريعة لكن اللي عم نشتغل عليه نحن عم نحاول نفكك أو نشكك الناس بالعقائد اللي نغلق على نفسها فيها ومن ثم ننقلها لسوية تانية من التفكير يعني على مبدأ نفي النفي بمعنى أنه منحكي على كل الطواقف وعلى كل القطاعات الاجتماعية نحكي مساوئة وبعدها من نقلها لمرحلة أخرى وبالتالي بعدها هذه الطريقة يعني ستكون لها نتائج لكن لم تكون سريعة جدا جميل جدا طيب في لقاءاتك الأخيرة يعني لمست حالة من التفاؤل في كلامك دكتور لبواني وأريد ربما في هذا اللقاء أن نوصف المشهد السوري وليس فقط عن محاولات موسكولي إبقاء الأسد في السلطة كان هناك كنت تبدو متفائلا بأن الأشهر القادمة ربما سنجد فيها نوع من التغيير هل التفاؤل مكانه أم مجرد البعض يقول بأنها مجرد أضغاث أحلام يعني وجهود روسيا ستنصف كل هذه الأفكار التي طرحت وهذا التفاؤل ربما إذا صح التعبير يعني ما بعرف أنا بشوف أن الوضع الاقتصادي يعني مأساوي جدا الطائفة العلوية تقريبا خرجت من حضن النظام الجيش فيه تملمه الكثير الحاضنة المجتمعية اللي كانت مأيدي وصلت لمرحلة مزرية الوضع الشارع برا كماني جيد الوضع الدولي جيد وبالتالي ما بشوف فيه التشاؤم شوف لازم لازم نتفاعل وعندنا استحقاقات مهمة اللي هي القرار الكيماوي يعطوهم أهلة شهرين يسلم الكيماوي ويعترف أنه خرق القانون وبالتالي يروح على المحكمة يعني مطلوب من الأسد أن يسلم نفسه وحتى لو الروس يدي ياخد فيتو بقرار مجلس الأمن لاحظ أنه تصيح بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الجديد قال أنه الروس هن نفسهم يستخدموا السلاح ضد شعبه يعني عم يلمح أنه هو لن يعود لمجلس الأمن يعني فيطبق القرار 21-18 دون العودة لمجلس الأمن يعني ممكن يعملوا عمليات عسكرية واستخباراتية تجلب المرتكبين إلى العدالة أو تزيلهم من الوجود وبالتالي في شيء بده يصير وإضافة لأنه قلنا أنه التغرغ الإيراني بسوريا وصل لمرحلة خطيرة جدا وقوية جدا لا يمكن السكوت عنه لسنة أخرى وبالتالي يجب أن يتحركوا هذا الصيف لكي يعني يبعوا حد لهذا والقوة الوحيدة اليوم القادرة على أخراجه ليس الجيش السوري ولا قوى النظام ولا حتى روسيا هو ناس اللي برا يعني الجيش الحر والثوار وبالتالي إلنا دور وهذا بيخليه إتفاقل يعني إحنا قلنا دور حقيقي في المرحلة القادمة جميل جدا كل هذه العوامل التي تفضلت بالحديث عنها دكتور كمال كانت متوفرة ربما في الانتخابات الرئاسية السابقة وكان هناك تفاول أيضا كبير لرحيل الأسد وكان هناك إجماع شبه دولي بأنه انتهت فترة حكمه وسيذهب ولكن لم نرى أي تغيير بقية أربع خمس سنوات يعني المرحلة الماضية كان فيها تدخل إيراني ومن ثم تدخل روسي لأنقذوا التدخل إيراني ثم التدخل روسي اليوم اتنين موجودين وما لح يحسنوا ينقذوا لأنه راكم كم هائل من الأزمات ومن المصائب واستخدم الأمريكي يعني سورية ساحة استنزاف لفترة من الزمن لينهي كل الفصائل وكل القوى المتدخلين تعرف أنت أنه سيطر على السورة الفصائل الإسلامية وأنه لن يقبلوا يعني أن تنتصر هذه الفصائل وبالتالي كان الظرف مش مشابه لأدو الظرف لا مختلف نعم الشكل الأسلم لشكل النظام الجديد في سوريا هو رئاسي أو برلماني من وجهة نظرك وماذا عن الأكراد وأحلامهم بدولتهم شوف السورية لا يناسبها الشكل الرئاسي لأنه عندنا نزعة استبداد وتسلط هائلي بدها قيادة برلمانية يعني الرئيس فخري ومجلس الوزراء وقيادة جماعية ومجلسين واحد يمثل المجتمع الأهلي لأنه عندنا مكونات نحن والتاني بمثل المجتمع المدني ما بصير يصير محاصصة في شؤون الدولي وبالتالي لا بد من مجلسين ولا بد من نظام برلماني بالنسبة للأخوي الأكراد يجب أن يفهموا أنه أي مشروع اليوم لتحقيق أحلامهم يجب أن يمر عبر الصيغة اتحادية في المنطقة وليست تقسيمية بمعنى ليست تقسيم سوريا والعراق وتركيا بل توحيد هذه الدول وفتح الحدود بينها هو بحل قضايا المنطقة كلها القومية وقضايا الشعب الفلسطيني وكل القضايا ستحل ضمن سياق اتحادي بين الدول وليست تقسيم هذه الدول لازم الآن يحطوا أولوية للديمقراطية والحقوق الإنسان والقضية القومية تجي بالمرتبة الثانية تتفحقت من خلال مشروع اتحادي بين تركيا وسوريا والعراق والآخرية وهذا مشروع سأصبح له ضرورة اقتصادية وأثبته الواقع ابقى معنا دكتور كمال سأعود لحضرتك لو سمحت سأشرك ضيفي السيد خالد تركاوي الواحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بكم معنا في نهاية الأسبوع يعني البعض يقول بأنه محاولات روسيا لإبقاء الأسد ربما في الانتخابات المقبلة ستفشل الحل الوحيد هو السلام مع إسرائيل التطبيع يعني وهذا الخيار ربما البعض يقول سيرجأ إليه النظام في آخر مرحلة كيف تقدر أو تقرأ هذه التصريحات سيد خالد يعني أفضل عكو شكنا على الإصطابات الحقيقة أنا مكتوب تحت طاول كثير من التطاول مع إسرائيل حتى نتمنى في مركز جسور الماضي أعلننا حتى تسريب للتطاول في طاعة التطبيع بين الأسد نفسه وكبار المساعدين وبين المسؤولين من الطرف الإسرائيلي برعاية إسرائيلية برعاية روسية أيضا قبل أيام كان هناك فاوضات برعاية روسية بين النظام منطرف وإسرائيل من طرف أخرى لأقف إلى إخراج اثنين من المعتقلين عن كل السجوم والإخراج عن الفتاة لدخل التحديد إلى الأراضي الإسرائيلية وكذلك الإخراج أو دفع بعض المساعدات النظام السوري من خلال إسرائيل فنرى أن العام الماضي والعام الذي سبقه لا يحملكم هذه الأخبار 2021 بدأنا نشوف كورة أوضح بأنه النظام السوري عم يحاول يتعاون مع إسرائيل بشكل أوضح وعم يحاول مثل يعمل بقاعات بحيث أنه يختبر الجميع يختبر شركاء إيران مواحس بالله ويختبر المجتمع الحاضن ويختبر حتى المعارضة بكيف هي ممكن تكون رداد فعلهم في التفاوض مع إسرائيل هذا من جهة أخرى هو يحاول قدر الإمكان يعمل زي تشفيق التفاوضي أكثر مع دول الخليج التي عندها تطبيع النسبي مع إسرائيل يعني شفنا في التفاوض كان في شهر آذار الماضي عشرين عشرين بين بن زايد من جهة وبشار الأسد من جهة وبعدين لما فتح معبر عراء عرب الحدودي بين العراق و سوريا كان أول من يتج إلى قضية التفضير علم أنه المليكشيات الشعير كانت معارضة لها في جهة المعبر أول من يتج إلى قضية و أركان السيارات عبر المعبر نحو العراق ثم نحو السعودية كان النظام السوري وأيضا يستهدم معبر نصيب في هذا الغطار من الأردن إلى السعودية ويحاول أن يقول كأنه لتفضل قليل أنه في حال فصل شيء أكون معكم في هذا الشيء في طبيعة الحال طيب نقطة أخيرة ما حضرتك سيد خالد لو سمحت يعني لماذا متهمة الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها خجولة بتصريحاتها تجاه النظام في دمشق حتى اللحظة لم نرى أي موقف أو تصريح صارم وواضح تجاه هذه الانتخابات أو المرحلة الانتقالية في المرحلة المقبلة لماذا هذا الصمت أو تصريحات الخرجولة إذا صح التعبير هنا في قامة عريض الملف في السوري لا يأتي في قامة أولويات إدارة المرحلة الجديدة لا من قريب ولا من بعيد لا حتى قبل وصولها إلى اجتلام الحكم حتى في مرحلة الانتخابات التصريحات جدا نادرة حول سوريا والبرنامج الانتخابي ما حمل شيء وهذا طبيعي ومبرر في ظل الظروف الداخلي التي تعيشها الولايات الأمريكية في عندك أزمة اقتصادية كبيرة في عندك أزمة صحية في عندك إعادة العلاقات الاقتصادية وأيضا بالسياسية التي قطاعها ترامب بين دول العالم في عندك ملفهم مع الصين في عندك ملفهم مع موسيا في عندك ملفهم مع إيران فنعتقد أنه سوريا لن تأتي في حسابات ولا للتحدي بشكل مفرد كما كانت في إدارة مثلا في عهد إدارة فالدين أو لا حتى في بداية عهد ترامب وإنما ستأتي في مرحلة تابعة للتفاوض مع روسيا للتفاوض مع إيران للتفاوض مع بعض المجلشيات في العراق تذكر القضية السورية وهذا حقيقة شفنا أنه الإيرانيين نفسهم لما عملوا اجتماع العام الماضي كان الاجتماع بضم وزير تاريجية وزير تاريجية السورية المعلم اللي هو الراحل وحزب الله كان حسن الله وبعض المسؤولين طبعا الأمنيين في للطرفين في إيران في طهران كان الحديث الكامل على أنه نحن حزبنا وحدة والعقوبات ترفع عنا كل ياتنا والإيرانيين يدركوا هذا الأمر في أنه يجري معهم وبالتالي هذه ملفات تابعة لذلك أنا أعتقد لسبب أنه مش هو أولوي السبب الثاني أنه سيأتي عرضا في التفاوض سواء مع روسيا أو مع إيران أو سواء ملفات أشكرك أشكرك السيد خالد تركاوي الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات شكرا لهذه المشاركة تبقى معنا سيد كمال اللبواني عن العلاقة بين دمشق وبيروت حضرتك متهم بالتحامل على اللبنانيين هو على اللبنانيين ككل أم موجه فقط لحزب الله وميشيل عون بالذات بعتقد التحالف المقاومة هو المقصود لأنه هو اللي هجر الشعب السوري وهو اللي دبح الناس وهو اللي شفته شو عمل بالغصير وبالدمشق وبالجنوب وبالشمال وبحلب والآخري فالسبب المشكلة نصها نصها هو التواجد ميليشيات اللبنانية على الأراضي السورية وبالتالي أنا أعتبر حالي عم دافع عن شعبي تجاه عدو ودخل على بيتنا وأخده يعني دخل على الناس وأتلهم وهجرهم ورايح ألا يضطهد اللاجئين بالطرق مختلفة منها الاعتقالات والتسليم للنظام ومنها اضطهادهم هونيك وسرقتهم ومنع التجول والآخري وآخرة كان حريق المخيم المقصود اللي كان يعني استعملوا فيه سلاح إطلاق إطلاق النار وحرقوا بأناني الغاز وعندين سمحوا قال للنساء فقط أن تطلعوا الأطفال وتركوا رجال يعني كانت جريمة بشعة جريمة إرهابية بشعة صاروا يعملوا أنه حادث عرضي فأنا متحملت أنا والصفت الواقع أنه هذا عمل إرهابي باستكمال للعمل الإرهابي اللي قام في حزب الله في سوريا وبالتالي لن نقبل به يعني سندافع عن أنفسنا إذا الدولة اللبنانية بقيت فاشلة والأمم المتحدة لم تتدخل وهذا حق مشروع حق الدفاع عن نفس لأن هذول اللاجئين معظمهم 80% نساء وأبطال ما تركوا شباب هذول مسؤوليتنا نحن حمايتهم ويجب أن نرفع الصوت عاليا لكي نقول لهم كفاء سننتقل إلى طريقة أخرى بالتعامل مع هذه العصابات الإرهابية التي تحكم لبنان طيب دكتور كمال يعني السلام مع تل أبيب سلام النظام السوري كفيل وحده بإبقاء النظام في دمشق في المرحلة المقبلة في الانتخابات الرئاسية أول شيء بحب أن أقول لك ما في سلام مع النظام السوري نهائيا ولن يكون هناك سلام مع مجرم قاتل ولا حتى مع النظام يتصف أنه علوي إلى النظام أقلي شرط السلام أن يكون هناك انتخابات حرة وأن يكون السنة في السلطة لكي يوقعوا السلام ولاحظ أنت بالأردن الأخوان المسلمين انتبق بالأردن وبالمغرب وبالتالي هن يمونون صغار لحتى يوقعوا سلام مع من لا يملك واعتقد هن لا هن مو بوارد توقيع سلام ولا إلى آخر هن بوارد إخراج إيران اللي حكا زميلي من المركز يعني أنه أولوية بأمريكا هذا مو صحيح الإدارة الأمريكية تشتغل كإدارة متكاملة مش ولا فاضي ولا شخص فاضي ولا مو فاضي لا أنتهم كل دائرات تشتغل يعني مسؤول عن ملف سوريا بيشتغل عادي ومسؤول عن ملف شرط أوسط بيشتغل عادي وعندهم أولوية لأمن إسرائيل وهذا موضوع دائما يعني أرجنت مثل يقوله عاجل بالتالي الأمريكي مهتم جدا بمنع إيران من التغلل في المنطقة لأنه الخطر الوحيد على إسرائيل هو هو أن تكون سوريا منصة إيرانية طيب للسبب للسبب تيار التطبيع اليوم في مواجهة مع تيار المطاومة وهذه المواجهة ستشمل العراق وسوريا ولبنان بدعم من الدول العربية المطبعة وبدعم من تركيا التي تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل جميل سؤال تفضل 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 طيب سؤال أخير لو سمحت هل لديك الرغبة بأن تكون الرئيس السوري القادم لسوريا الجديدة سؤال يطرق كثيرا أنا لا أصلح لا أصلح أنا أكون رئيس أنا أصلح أنا أكون معارض وبالتالي أنا يعني لا يمكنني أن أفكر بهذه الطريقة رئيس السورية يجب أن يكون منتخب بطريقة ديمقراطية من الشعب السوري أنا عملي الأساسي أن أمكن هذا الشعب من تقرير مصيره ومن انتخاب من يريد وسأضرب التحية والاحترام لكي لأي رئيس منتخب آخر غيري أنا أنا لا أصلح ولا أستطيع ولا أحب لأنه أنا بأ من السلطة أنا زلمي بكره أي سلطة بكره أي قيد بكره أني كون آمر أو مأمور تأتي لي أنا بحب بكون حر عشت كل عمري بسجن ومربط بجنازير بحب بكون حر حتى السلطة بحسة قيد يعني بشع جدا ما بحبوه العمر فقط تقتصر أن تكون معارض شغلتي بالمناسبة ناجح جدا بهذا الأمر يعني منالكي كثير من وبيعتي أنا بنجح هنا لشو يعني بالعكس يعني أن تكون معارض أفضل كثيرا من أن تكون في السلطة على أقل أمام رب العالمين يعني لا تكون مسؤول عنه نعم سعيد جدا بهذا اللقاء مع حضرتك الدكتور كمال الأبواني الكاتب والسياسي السوري المعارض شكرا مرة ثانية لمشاركتك معنا في نهاية الأسبوع